شيع الفلسطينيون في قرية توصرين جنوب نابلس جثمان الشهيد عمار مفلح بعد شهر على عج حزز جثمانه لدى الاحتلال عقب قتله بدم بارد أمام المرة وحمل المشيعون الجثمان إلى القرية وفي أزقة البلدة القديمة من المدينة وفي ميدان الشهداء وكانت قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد عمار في وقت متأخر من الليلة الماضية لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بعد شهر تقريبا على احتجازه وأعدم عفوا أحد جنود الاحتلال الشهيد عمار بدم بارد من مسافة صفر في الشارع الرئيسي ببلدة حوارة في مشهد وثقه أحد المواطنين وحرك الرأي العام العالمي مطلع كانون أول الجاري